اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دفع الدمى لحريتها غالي قوي من دم أولادها اللي سيحنا ومش بعيد بكرة تلاقيهم بطلعين كلابهم في كل وسائل الإعلام يقول لك اهو ادي واحد من اللي بيقولوا عليهم شوها ده طلع ارهابي هو واخوه انا بس عايز الناس تفكر وتسأل هو فيه ارهابي ويفجر كنيسة كمان يعني يقدر يوصل للمتفجرات في اي لحظة ينزل طالب بحقه وحق بلده في قلب مدان التحرير وهو معوش حتى مطوع العضاية ديت لفقت لأحمد واخوه علشان خاطر البيه الحقير هيسر خليل زابط أمن الدولة كان بيتحرش ببرده احمد اللي هي زميلته في الكلية والموضوع ده معادش يتزكت عليه وخلاص لازم يطلع للنور وقريب قوي هنعلن عن كل تفاصيله وللأسف أحمد واخوه لخضعه لتحققات عدلة ولا ويفه قدام القاضي الطبيعي أحمد فدر هربال لحد ما استشهد ومحمود أخوه خفور الشمس ويعالم هو فين دلوقتي ومش بعيد يقتلوه هو كمان عشان يداره الحية أنا بقولي كل الناس اللي بتشوفني وبتشوف كلامي وبتسمعني لو البلدي ضيعت حق أحمد في العدل وهو حي مش لازم أبداً حققه دية بعد ما استشهده وبيجيب لها حقه عدني أنا بعوني الله عارف ومتأكد إن ربنا مش حيضيع حق ابنهو أخوه ولما النظام الفاسد ده يغور في ستين دهية لازم الناس هتعرف حقيقة الكذب اللي كانت عايشة فيه أكبر من تلاتين سبا لازم الناس تفوق وتصحى لازم الناس تعرف تعالي شوفوا بيعملوا ولادنا ازاي الجوه بعد ما اعتلوه هم عزين منهم امي تاني خايفين منهم بعد ما اعتلوهم تعالي يا مصر تعالي شوفوا شبابك اللي زي الورد غرقانين في دموهم بمرميه جوه المشرحة مضربين بالرصاص في صدرهم وفي تمخهم مش عازين يدونا تقارير طبية مصبوطة ايه؟ عشان ايه يعني؟ هم بيحموا مين؟ بيدافوا عمين؟ لازم يعني بالجمهر ونعمل مظاهرة ونهدد باقتحام المبنى احنا حنقتحهم المبنى ده دلوقتي لازم يعني عشان يعملونا كبني عدمين احنا مش حماش من هنا يا اخوانا ولا حنستلم جوسس ولادنا ولا حندفنهم الا بالتقارير الطبية الصحيحة المصبوطة احنا ما بنخافش من الزباطها من الدولة وعارفين انه هم بيضغطوا على الدكاترة لكن برضو فيه دكاترة شرفة بيخافوا ربنا وعارفين ان مفيش حاجة تنفع الانسان لو بعض اميره احنا حناخد تقارير طبية سليمة صحيحة وحنحكمكم بيها انتم واسيادكم وإحنا وراكو الزمن طويل ايه شو من المسرح ده؟ ايه ده؟ ده انا يسألك ان افلتهم من عدالة الارض لانت افلتهم من عدالة السماء امنك اتقتل يا حق الله يرحمه يعني لازم يلابسها فينا ما البلد مفتوح عالقود المتأمرين واجهزة المخابرات كلها بتشتغل علينا اي حد يتقتل هيبقى احدا اللي قتلناها خد يا ابن فالبش عايزين نتكلم فرع رشيط عشان نتابع معهم جناسة الودة لما توصل هناك ايه؟ مالك مستغرب كده ده ايه؟ ده مش تامع او بيقول ايه؟ بيقول لك خلاص لا اقول لها هيعمل لهم التقارير اللي يرضيهم يعني اكيد استلموا الجثة وحيستلموها من وقت اقول له هربان ده بقى اكيد هيزعر عشان يحتر الكنازة اكيد مش هيفوتها بس يا عايزين بيه الوضاع هناك متوترة اكتر مننا وحركة الزباط في مدينة صغيرة زى مدينة رشيد دي بتبقى أصعب من هنا طبعا فانا قلت عايزهم يقبودوا عليه من اول مرة انا عايز اعرف هيوصل فين فرشيد اكيد مش هيوصل بيتهم طبعا انا عايزهم بس يتابعوه يعرف هو فين ويبلغوا الشرطة العسكرية وهم يتعاملوا معه بقى زى ما يتعاملوا مع المساجين الهربانين ايه؟ مش نعرف نوصل لمعلومات كمان؟ أمال فين جارمع المخبري اللي شغال معهم؟ الودة ارهابي ومحبوس بأمر خضاء ده مش شايف بيقوله علينا ايه؟ بيشناه علينا ويقوله كلام رخيص؟ ايه؟ حنيش كتلهم؟ شوف اللي الزبط اللي كان بسك ملاب في الودة خليه جيني أو يكلمني يلا خلصت حاضر يا باشو حاضر ترجمة نانسي قنقر ايه؟ مال planeta اشتركوا في القناة 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 لكن ابنك مات شاهيد بيدافي عن بلده واحقه هيجيني والله حقه هيجيäch ومين هيجيبلي حق ابني؟ الحكومة اللى قتلته؟ ولا الناس اللي فيها هم مكفعة وفائد؟ انا اللي هرجع حقه يا ابن او انت من اللي هياخد لك حقك يا ابني؟ ما هم قتلوك قبل ما يقتلوه قتلوا مستقبلك ضيعوك قبل ما يضيعوا أحمد وضيعوا أبوك قبل ما يضيعوك انتوا الاتنين ومش هيبطلوا مش هيرحموا أي حد يقع في قصادهم مش أنا اللي كنت بقى في قصادك لما بتقولي أنا عايزة سافر واسيب البلد يما دلوقتي بقى لا أنا اللي بقولك لازم تنفد بجلدك من البلد دي أنا اللي بقدية هديك البذبورت بتاعك ما عمتش هخبيه منك ولا هحوش عن مجهب أنا اللي بقولك دلوقتي يا محمود يافني لازم تسيب البلد دي خاف على نفسك منها دي بلد بتحب عيالها مقتلين لا يا أم خلاص ما فيش هروب تاني الكلام ده كان زمان قبل ما أحمد واللي زي وما صحوا الناس من نومهم عشان يرجعوا بلدهم تاني والناس ضمت عليهم يام ما سبتهمش لوحدهم وما حدش فيهم هيسيب دل محمد واللي تقتلوا زي وروح حطر عشان دي آخر فرصة للبلد انها تبقى بجد وانها تحب عيالها عايشين مش مقتلين يوم أنا هعطل البذبور ولغاية ما رجع حقي وحق أحمد أنا مش هعيش غير في البلد دي يا فوق طرابها يا تحتي مش مهم المهم إن مفيش هروب تاني مش همسك العصاية من نص تاني مش همشي لجنب الحيطة ولا جو الحيطة عشان مش يبقى فيه حيطة من هنا وراحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إله راتعون البياء في حياتكم جميعا مكتاب الله أنا ربنا أكرمني وصلت بأعجوبة مكويس إن ما جبتش العيال كانوا تخطفوا مني ولا حاجة ربنا يقوين على المصيبة اللي احنا فيها الله يرحمك يا أحمد بس بيقولوا كان فيه مدسين جوال متظاهرين بيقتلوا فيهم ربنا ينتم منهم جميعا يا رب انت جال توسخ المكان ده يا شافح معبود عشان خاطر يا مصيبة كفاية معبود عشان خاطر يا كفاية ملاش فضايع يا تحيي لسه بقى عليه عشان عيالك ها طب إيه رائك إن أنا اللي حسافر جورس عيد وهجيب لك عيالك منه غالب منه عنه كفاية ترجع لها فلوسها وعيالك تفاهمه ملاش فضايعه ملاش فضايعه واجبك وصل اتفضل روح عبد الدنيا متليل ويطلع لي اختفك وريحني من خلقتك مع السلامة مع عبك مع عبك تحية اخي الصايع ردي السجول الهرباني بيدي ايدو علي ماشا تحية خلي أخو البلطني ينفعك بس محمود عشان خاطر لا ورحمة أحمد كفاية عشان خاطر انزل يا شافح دلوقت أنا جاي هروح معك حصيلة تحية بس حصيلة أختي أنا أعديها المرة دي بس عشان خاطر الحزن اللي انتو فيه بس الحساب يجمع بقى محمود أنا صيدك أنا صيدك حقك علي يا محمود ما عليش يا أخوية أنا عيالي هناك عيالي لوحدهم ومش حارفة يقولهم يا عالمهم بس أصلا حتيك تاخدني يا محمود أنا وعيالي مش كده حتيك يا محمود خلي بالك من نفسك يا حمد خدي بالك خدي بالك خدي بالك من الرجل اللي ماطي دا ما تضمنيش ايه اللي ممكن يعملوا فيك في عيالك ربنا يصبرك يا حمد تعمل مبلاك ادعيلي يا أمي ادعيلي ادعيلي خلبي دعيك يا حمد سمعني يا أبا أنا باستنياك يا محمود أختك هتستنياك عشان تاخدها يا وعيالي هبتجبهم بيتك بس يا أمي بس يا أمي ايه؟ بتبصوا لي كده لأيه؟ مستغربين؟ أيوة أنا جزوخ تاجر مخدرات صحيح هو حرام صغير مش حرام كبير بس تصدقوني البلد مش هتنضف إلا لو كل واحد نضف نفسه من الوساخة اللي في بيته وعيلته وجرانه وقابلوهم الجواه لو كل واحد فينا نضف نفسه من الوساخة اللي في ناسه وشغله واصحابه البلد هتنضف غير كده يبقى احنا معملناش حاجة زي ما عايزين ننضف من فوق لازم ننضف من تحت موسيقى 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 يا الله ألوك في محمود الحج؟ قاعد فوق يقني مع أمه عمرات أحمد الله أرحمه في إيه؟ في عربية شرطة حسكرية وقفوا قدام الجامعة كبير بيقول لهم جالهم بلاغة بيقول لهم في مسجون من سجن واد الموترون هربان وهو المسجون ده موجود هنا ومعهم اسم محمود عملها شافع الكلف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحمد الله السلام الحМد يا رجل سلم فيديوه غيرت الأموض أعجبت لمسجدين تمقلة سلم سلم ما تقلقش أنا موضع كل حاجة موسيقى 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 يعني ايه تروحه في وقت زي ده انتو هتبيتو هنا الليلاتي والصبح تتكله على الله لا بص أصل احنا كل أسلنا لا أصل ولا فاصل ده اسمو كلام بردك تعالي يا حبيبتي بتسمك راجية مش كده بيقولولي ان احمد ابني كان عينه منك وبيحبك صحيح؟ بسم الله عليك هم أولادي كده ما يقعوش إلا وقفين زي أبوه بس هو عمره ما حكى لي عنك بس لحنا دق قديمة ولادنا بيخافوا يحكوا لنا الحاجات دي إنما قريتوا حكالي لو أعرف إنه هيروح مني لو أعرف إنهم هيروح مني لو أعرف إنهم هيخدوا مني كنت بسيبته يحكوا لي عنك لليتو كان حكالي عنك يا حبيبتي أنا كنت مستعد أجوزه لك يمكن لو كان خاف على نفسه وفد الجنبك كان ربنا يا ريتو ما كان نزل المدعرات ولا الزيت يا ربي ما كلهم بيروحوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم يا أمي استغفر الله العظيم يا رب بص يا أمي أنا شايفة أنا أخد راجي ومونة إيه بييته معي في البيت والأستاذ شادي لما يخمس السوان بتاع الرجالة يطلع يبات هنا مع بابا وحسين لا كلهم هيباتوا هنا في البيت كل اللي حزانة وبيحبوا أحمد هيباتوا هنا في البيت وخليك في حالك وروح يشوف إيالك زمانهم كفروا جرانت تعال يا حبيبتي أنا بقى كلها هوريكي قودة أحمد أنا وإنتي هختك في حضني كده والنام على سرير أحمد وعايزاكي بقى في قودة تحكيلي عنه كل حاجة كنتوا بتروحوا فينوا وبتقولوا إيه يا هودة شوفي لهم حاجة يناموا فيها يا حبيبتي حاضر يا أمي أخالتي تعال يا سالم عملتوا إيه يا حبيبي؟ الحمد لله خالدي محمود تمامه في الحفز والسون بس عايزيه شوية بطاطين وطرم الشاي وشوية أكل بس يكون مكتار والأكل بقى يبقى سخن ولع عشان على بل ما حاوصل بيه حيكون برد أكيد هو فين محمود دولاتي يا سالم؟ محمود؟ لما أنا مش هافل وله حبيب بصراحة مش هتعرف تقولي ليه هبلغ عنه مثلا؟ لا حالك مش هتبلغي بس أبوكي ممكن يبلغ تقصد إيه؟ ما قصودش على حاجة يا ريت بقى تدوني لحاجة دي بسرعة عشان الواد أنا سايبه في ورشة المراكم يخربتنا بهتك ما تدوني لحاجة بسرعة وخلونا أنا أمشي من هنا وبعدين أنا أستلمش على مكان أأمل من ده خبيه فيه والواد لو حصل له حاجة أنا حتهمكو فيه يا أخو يا تنيل على عينك امسك لسانك أنت اللي عمال يخر عمال على بطال وقبل ما تتهم حد ويلا روح روح ساعد اللي هناك يلا على ما نجهز لك كل حاجة تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي تاح أنا يحزينك في موضوع مهم مه.. معلشي هارخين شوية بس انا يعني قلته اسيب الحاجة تصطفت بويراجع ويتكلمهم وكده ونيجي انتطابن عليك هي اما هرفت حاجة لا لايسه بس مدام تتكلم مع راجي بقى اكيد هتعرف ما تقلقش عليهم يا محمود بضل حبين بعض خالص يلا أحودة يلا يلا لوما ه هنيتكفي مية يلا اززق يا رابري مجل مين ؟ أنت لازم تأكل الله، ما اللي هتجيب حق أخوك إزاي؟ وقول لي يا أساتذة طب صاليم بقى عنده حق وإحنا كدوان على فكرة جوانين وإحنا أكل معاك طب يا الله جماعة بالإحنا وشيفه عشالي بعيشوا مالحل عشادة عايزين بقى باش مهندس بعد الأكل وإحنا بنشرب الشاي كده نفكر في خريطة الطريق اللي هنمشي عليها الفترة اللي جاي ما لاش مهندوها خريطة الطريق ده خريطة يا باشي وعلى بندور على كنزة ما باشي أساساً بسبب المشاكل اللي إدتو فيها دي كلها الباشي الزابط اللي لفق لوك القضية على رأي المسل تيجي مع العمي طباط أهو الكلام اللي قاله سالم ده نفس الكلام اللي كنت مفكر فيه دلوقتي أنا ممكن ما عرفش عجيب مين اللي قاتل أحمد الله أرحمه الموضوع ده مش هيبنغل لما الصورة تكمل والنظام يسقط إن شاء الله حيسقط وهيقع كل اللي كان ورائتلي الصوار فيهم قاعدة الجمل والأيام اللي قابليها كمان بس عرب الموضوع ده ما يطولش بس وناس كتير أطرق فيه مش هيطول بإذن الله أنا متفاقل خير أغلب اللي كانوا مصدعين الكتبة اللي اجدبها في الخطاب الأخير بتاعة لام أنتوي الترشح والكلام الفارغ ده خلاص فهموا بعد موقعة الجمل إن ما فيش حال تاني غير سقوط النظام وإن أي قرار هيصدر بعد كده هو مش أكتر من إنه مجرد مناورة رخيصة عشان خطر يرتب أوراقه وهرب فلوسه برا مصر أنا متفاقل أكتر منك أنا شايف يا جماعة النظام سقط فعلا يوم 28 يناير فعلا ملايين الناس اللي اخرجت من أهم وأكبر محافظات مصر أسقاطه شرعية النظام وطبعا النظام هيعمل حركاته حيرفظ ويعافر ويولينا ميت وش وش عشان يحافظ على مصالحه بس في الآخر خلصت يعني خلصت أهض الله أنا ما فاهم كلمة من اللي أنت قلت إيه بس قلبي مرتاح لك ربنا يسمع منك بس أنا مش مشتريح أنت ليه مش قادر تصدق أن دولة المماليك غارت؟ مين قالك بس أن ده حصل يا شادي؟ لأ غارت يا محمود ومش هترجع تاني أنا عازك تتفقل شوية دي مصر كلها بتتغير يا أخي حاول تتغير أنت كمان شوف يا مونة أنا ما عرفش إذا كان دولة المماليك دي غارت ولا لأ ولا إذا كان النظام هيسقط ولا لأ ولا إذا كان الشعب أساساً هيعرف يجيب حقه من اللي قاتل أولاد ولا لأ بس كل اللي عرفه أن الضابط اللي ظلامنا أنا وأخويا لازم يقع تحت إيدي وده بقى عشان تثبت برقتك ولا عشان تنتقم منه؟ عشان تنتقم منه طبعا اللي يعني لو حبيته تثبت برقتي في حد يا صدقني كانوا صدقونه قبل ما ألمونا في السجن عشان كده لازم أنتقم الواحد يبقى عمل حاجة واحدة صحة في حياته بدل كل السنين دي من الفشل إيه كمان بتقول ده بس يا محمود؟ إحنا إيه هنختلف من أولها بقى ولا إيه؟ اللي عمز عليش مني بقى نتفق إن اختلف مش ده المهمة المهمة اللي ظلامني ودمر حياتي ودمر حياة أخويا مش هرحمه ماشي طيب أنا بقى مش هسألك هتوصله أصلا إزاي؟ وهو متأمن في الجهاز اللي هو فيه وحواليه حراسة صعب لاختراكها أصلا بس في الأخر يا حمود أنت هربان ومطارد وحيفضلوا يتاردوك لحد ما يمسكوك فإيه؟ رح يسروح لهم برجليك؟ طوع كده في قدهم فريسة سحلة؟ بص النظام سقط دي حقيقة وبكرة تشوف الشعب حيكبر النظام ده أنه هو يغير كل عناصر الفساد اللي جواه تساعتها بس يا محمود حنقت النسبة بحقك تساعتها بس حنحقق العدالة هو ده الحل الوحيد عم نشوف